بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا السلام عليك يا رسول الله ما ينفعش ندخل وإحنا نتكلم عن جوامعك جمالك يا رسول الله من غير ما نسلم عليك عشان نتنور بنورك وكبان نعرض أعملنا على حضرتك عشان يكون ده سبب من أسباب الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لما بنجي في اليوم اللي احنا بنقرأ فيه حديث رسول الله سلم بنحس بنور غريب في قلوبنا وخاصة لما يكون بنتكلم عن حديث أنا أحبه جدا جدا وبسمي هذا الحديث حديث الوسع اللي هو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس الحديث يروي الأمة عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبيع وأنت أم يا رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس والحديث متفق عليه في رواية في مسند الإمام أحمد والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه من الخير وهنا الحديث بقى أنا ليه سميت الحديث ده حديث الوسع أقول لكم وده ما أنا مؤمن جدا 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 في حكاية الحديث الحديث مش إن الرزق لي أو لي ربنا بيقول لك إن الرزق ليكم منتو الاتنين إن الحياة ليكم منتو الاتنين فالحياة واسعة أنا كتير من الأوقات لما بحس كده بالمنافسة ما بين الناس أقول لهم لازم تروح حتى وإنت موقن إن في حتى ما فيه حتى ما فيهاش طيب يقتل الصراع عشان بيخلي الإنسان يحب لأخي ما يحبه للنفس لا يقتل الصراع لأنه يجعلك تشعر بالوسع إن الحياة ما لها تحتملني أنا وأخويا مش أنا أو أخويا لا الحياة تحتملني أنا وأخويا وجزء من إيماني هو إيماني بأن الحياة تتسع لي ولأخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس فيظن الواحد إنه حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس إنه حتى يحب لأخي ويترك ما يحبه للنفس أبدا هذا الحديث لحظة بس في هنا شيء مهم لازم نفهمه هذا الحديث ليس حديثا يدعو إلى الإيثار هذا الحديث حديث يدعو إلى اليقين يدعو إلى استثمار الحب فالحديث ده بيقول لنا إن الحب ركن من أركان الإيمان على فكرة حتى تعريف الحب حتى تعريف الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حب فالحديث هنا بيقول إن الحب ركن من أركان الإيمان وده تصديق لقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سنيم يعني إيه بقلب سنيم إلا من أتى الله بقلب يملأه اليقين يقين المحب يقين المحب إن إيه إن ربنا بيحبه وسيكشف له عن حبه عندما يمارس الحب مع أخيه بمعنى أنه يحيى ويطلب الخير لأخيه فهذا الحديث حديث تجل الحب لأنه إعمال قضية الحب وأن يستطيع الإنسان ذلك إلا إذا كان الحب له ثلاث تجليات عشان الناس ما تفتكرش إن الحب الناس تفتكر إن الحب بمعنى إيه إن الواحد يحب فقط بمعنى يشعر لا ده إحنا عندنا ثلاث ثلاث مسارات للحب المسار والثلاثة لازم يحصلوا إذا كنتوا محب شكرا